شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين المؤمنون الذين يعيشون في قلب الحضارة الغربية وكلنا أصبحنا الآن نعيش في قلب الحضارة الغربية أمامهم ثلاث مهمات المهمة الأولى الحفاظ على الهوية هناك محاولات ولعل الشبكات الصحيونية العالمية تقف وراء هذه المحاولات لتجريدنا من هويتنا هذه القضايا التي تواجهونها الآن قضية خلع الحجاب الذي يواجهه المؤمنون في بلاد الغرب هذا في واقع مخلع للثوب أو لعباءه أو لربطه هذا ليس الهدف هذه مقدمة والهدف الواقعي هو سلب الهوية أهنان في إيران لعله قبل حوالي ستين عام أيضا جرت محاولات مماثلة الحكومة التي كانت في ذلك الوقت فرضت خلع الحجاب على المؤمنات واحد من المؤمنين الشيوخ الكبار ذكر لي أن والدته في هذه المحلة التي نعيش فيها سنوات ما خرجت من بيتها لأن المرأة بمجرد ما كانت تخرج من البيت كان الشرطة يهجمون عليها ويخلعون منها حجابها هذه مقدمة كانت طبعا هذا عمل الغربيين لأن الشاه الأول كان عميلا من عملائه مقدمة كانت لمنع كل شيء ولحضر كل شيء القضية انتهت هنا في إيران حتى أن المؤمنين ما كانوا يتمكنون أن يقيموا العزاء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في يوم عاشوراء ممنوع كلها خطوات نحو إلغاء الدين بالمرة كما حاولوا في تركيا حتى أن بعض المؤمنين نقل أنه في يوم عاشوراء جماعة كانوا يذهبون إلى المقابر مقبرة يبكون هناك حتى البكاء ممنوع يعني الظاهر أنه يبكون على موتاهم ولكن الواقع أنه كانوا يبكون على سيد الشهداء وشهداء كربلا هذه خطوات الخطوة الأولى خلع الحجاب وخطوة ثانية وخطوة ثالثة إلى محاولة تجريد المؤمنين من هويتهم ودينهم ودينهم وأصالتهم وقيمهم أهم وظيفة لنا أن نحاول الحفاظ على هذه الهوية لنا لأولادنا لبناتنا لأجيالنا هل يمكن في هذه الأجواء الضاغطة الحضارة الغربية جدا قوية هل يمكن لنا أن نحفظ هويتنا وهوية أولادنا أبنائنا بناتنا في ظل هذا الضغط الهائل الحضارة الغربية تحاول أن تصحرنا تذويب ما هي المعادلة التي تتحكم في عملية صحر جهة لجهة ثانية صحر جهة لجهة تتحكم فيها معادلة وهذه المعادلة هي التي يشير إليها الشاعر عندما يقول كل ما كان ضعيف أكلته الأقوياء القوي يصحر الضعيف ولكن إذا كان ضعيفا أما إذا كان هذا الطرف قويا لا يمكن لأي قوة أن تصحر أنت عندما تكون قوي في داخلك قلبك قوي لا يمكن لجهة أن تصحرك وأن تذوبك المؤمنون الذين كانوا يعيشون هذا النظام الذي أزاحه الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين في العراق أكثر من ثلاثين عام جاء وحاول أن يمحو الدين وأن يمحو الإيمان اعتقلوا المؤمنين عذبوهم بكل أنواع التعذيب التعذيبات التي كانت في سجون البعثيين لا تخطر على بال الأيام القادمة تكشفها المزيد منها هذا المؤمن المسكين اللي ما عنده أي قوة من الناحية الظاهرية ويحيط به جلادون بيدهم كل أساليب التعذيب ولكن هذا المؤمن عندما يكون قويا في باطنه لا يمكن لأية قوة أن تسلب منه الإيمان العم الشهيد رحمه الله ورحم الله الشهداء جميعا علقوه بالمروحة مدة طويلة من رجله أنتوا لاحظوا هذا الوضع واحد يعلق بالمروحة لعله دقائق لا يتحملها مدة طويلة كان معلق جاء ذلك المعذب متعجبا وقال له يا فلان لماذا لا تعترف لماذا لا تقول من الذي يحفظك قال الذي يحفظني إيمان بالله هذا الإيمان القوي أن يتقوه إذا العالم كل يتظاهر ضد مؤمن مؤمن وحده كل شي ما عنده إن إبراهيم كان أمة فرد واحد في عالم مليء بالظلام فإذا كنا أقوياء أقوياء في باطننا في قلوبنا في إيماننا لا يمكن لأيّة جهة ولأيّة قوة أن تسلبنا هويتنا هؤلاء الذين سلبت هوياتهم هؤلاء الذين ذابوا ذابوا لأنهم كانوا ضعفا وإلا إذا واحد قوي لا يدو الآن في قلب الحضارة الغربية كما نقل لنا هناك أفراد لا يتركون صلاة الليل هناك في تلك الأجواء المادية الطاغية يقوم في منتصف الليل ويناجي ربه ويقول في قنوته إلهي العاف بعض المؤمنين الذين أعرفهم كانوا يعيشون في هذه البلاد ثم ذهبوا إلى البلاد الغربية نقل لنا خلال هذه المدة الطويلة التي كانوا يعيشون يعيش في البلاد الغربية ما كان ينظر إلى امرأة أجنبية ولا نظر واحد هذه قوة الإيمان إذا هذه القوة تمكن أن ننقلها لأولادنا لبناتنا لن يخاف عليها ما كو خوف عليه ما يرحون إشلون نجعلهم أقوياء بالثقافة الدينية أولا وبالأجواء الدينية ثانية كثروا هذه الرحلات إلى قوم إلى مشهد إلى مكة إلى المدينة إلى كربلا إلى النجف إلى الكاظمية إلى سامراء إن شاء الله يعود الأمن إلى العراق بإذن الله سبحانه جيبوا أولادكم وإياكم واحد من الأخوة كان يقول لي أنا أخذ طفلي طفل صغير تعلمون حتى الطفل اللي اليوم ولد يستحب لكم أن تأخذوه إلى الحاج وتحرموا به هذه مسألة اليوم ولد تأخذون هذا الطفل تحرمون تلبسونه ملابس الإحرام تأخذوه إلى مسجد الشجرة مثلا أنتو تقولون بالنياب عنه لبيك اللهم لبيك وتأخذونه وتحملونه مثلا وتطوفون به حول الكعب ما يقدر يرمي الجمرات أنتو بالوكالة عنه بالنياب عنه أو بالولاية ليترمون الجمرات طفل عمر يوم واحد الإسلام يقول خذوه إلى الحاج كان يقول هذا الرجل أنا أخذ أطفالي إلى مكة إلى المدينة إلى غار حراء وأشرح له هذا هو البقيع بقيع يعني شنو هذا بيت خديجة بيت خديجة يعني شنو هذا كذا هذا كذا هذا مؤثر تربطونهم بتاريخهم بأئمتهم بدينهم هذه المهمة الأولى لنا جميعا الحفاظ على الهوية المهمة الثانية ولعلكم تتعجبون من ذلك الدعوة إلى الله تعالى أذكر نقطة باختصار كل واحد من يبحث عن الأفضل كل واحد من قديما كانت أكو شموع زيتية كانوا يشعلون بها ينيرون بها البيوت بعدين إجت هذه الشموع الكهربائية البشر يبحث عن الأفضل أكو واحد يرجح الشموع الزيتية على الشموع الكهربائية لا واضح إلا إذا يكون بخلل في مكان من عقله أو ضرورة أو ما أشبه ذلك كما في القضايا المادية البشر يبحث عن الأفضل في القضايا المعنوية البشر يبحث عن الأفضل ولكن يحتاج إلى عرض ديننا فيه من الجاذبية ومن الإشراء ومن السمو ومن النوبل ومن العظمة إذا عرضت هذه الجوانب على العالم بشر ما عانت عندما تريح أن هذا الطريق هو الأفضل هذا يحتاج إلى هم ويحتاج إلى محاولة ويحتاج إلى تبني تدرون اليهود القرآن الكريم يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود أشد الناس عداوة على مر التاريخ أكو كتاب لطيف أخذوا هذا الكتاب مناظرة بحر العلوم السيد مهدي بحر العلوم المعروف مع علماء اليهود العراق كان مليء باليهود كتاب مناظرت معهم وفي كتبنا الحوزوية في كتاب الفرائد مثلا وغيره في حواشي وارد أجزاء من هذه المناظرة تناظر معهم مدة طويلة فآمن علماء اليهود بالعراق أي القضية قبل حوالي ميتين في ذاك الكتاب الآن ما أدري هذا الرقم رقم دقيق أو رقم تقديري يقول على أثر هذه المناظرة وعلى أثر إيمان علمائهم أسلم مئة ألف واحد من اليهود مئة ألف يعني حتى اليهودي إلا إذا يكون معاند حتى اليهودي إذا عرف الحق يقبل الحق هذه مهمة من من الذي نشر الإسلام في العالم الوالد رحمه الله عنده كتاب كيف انتشر الإسلام تجار المسلمين كانوا يرحون إلى الصين إلى الهند إلى بقية المناطق كانوا ينشرون أبو ذر منه كان أبو ذر واحد مشرك وقبيلته كانت قبيلة تقطع الطريق على المسافرين عندما رأى الإسلام أسلم وآمن يعني احنا لنفكر أن هذا آمر محال هذا شيء ممكن واحد من العلماء في بلاد الغرب يقول في يوم الأيام التقيت بشاب بوذي بوذي وتحدثت معه حول الدين والإسلام والتشيور ولكن كنت أشعر أن كلامي ما يأثر فيه يقول فظللت متحير أنه ماذا أقول له بأي منطق أتكلم معه فجأة قال لي إن لكم هناك شخصا يقال له الحسين صلوات الله 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 الحسين صلوات الله الله الإمام الحسين هو إلى جاذب نحن ما عرفنا قدر الإمام الحسين صلوات الله الله أحد أحد أخوة قبل أربعة أعوام لعله نقلي قال عرضنا تمثيلية في إحدى الجامعات الأمريكية استأجرنا القاعة عرضنا تمثيلية حول الإمام الحسين صلوات الله عليه ونحن شباب مبتدئون وحضر في تلك القاعة حوالي خمسمائة واحد قال بعد انتهاء التمثيلية أربعة أو خمسة ترديد مني أنا الناقل أربعة أو خمسة من المسيحيين جاءوا وأعلنوا إسلامه تمثيلية واحد هناك شخص يقال له الحسين هذا واحد من كباركم فما هي قضيته الشاب بالبوذي قال لي فأخذت أشرح له قضايا كربلا قضايا عشورا المشجع يقول فبانت علامات الألم والتأثر على وجهه وأخذت أواصل الحديث حوله فجايع كربلا وإذا بهذا الشاب البوذي ينفجر بالبكاء انفجار يقول على أثر بكائه أنا انفجرت أيضا بالبكاء ولم أستطع أن أواصل الحديث فأخذ يتوسل بي أنه واصل حديثك فبصعوب بالغ أخذت أواصل حديثي يقول بعد ما أكملت قال لي الآن قل ما هي شرائط الدخول في دينكم ومذهبكم فقلت فقلت من المؤمنين من المؤمنين شاب فممكن أنقل لكم هذه القضية أيضا باختصار شاب عنده زوجة الشاب من الموالين لأهل البيت وزوجته من المخالفين المتشددين ضد الشيعة وضد أتباع أهل البيت من منطقة معروفة بالتشدد ضد أهل البيت كلما هذا الرجل يأتي لها بكتاب حول التشيؤ حول أهل البيت حول مذهب أهل البيت تقول أنا ما أريد أقرأ هذه الكتب ثم ما أقرأ هذا الرجل يطبع على الآلة الكاتبة في ليلة من الليالي يأتي بكتاب كتاب إلى البيت حوالي 80 صفحة تقريبا هو مريض كان ذي الليلة أو ما كان يقدر على كل حال منهك فيرجو من زوجته أن تطبع له هذا الكتاب يقول أنا ما أقدر بكرة لازم أسلم هذا الكتاب المرأة باعتبار أنه عمل تجاري تقوم بهذا العمل الكتاب يتناول قضايا كربلاء وتبدأ بطبع الكتاب الصبح الرجل يقوم يرى أن زوجته واصلت اطباع إلى الصباح يشوف عيناها محمرتان فيتبين أنه هذه كانت تطبع قضايا كربلاء وتبكي تطبع وتبكي عندما الزوج يقوم تقول له أنا ما كنت أعلم أن أهل البيت كانوا مظلومين إلى هذه الدرجة وأنا الآن أريد أن أدخل في التشيير يعني إحنا عندنا مثل الإمام الحسين صلوات الله عليه عندنا مثل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندنا مثل خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله أعظم شخصية في الوجوب إذا تمكن أن نعرض ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج المهمة الثالثة وأختصرها وهي تحتاج إلى حديث طويل المساهمة في إنقاذ بلاد الإسلام العام حفظه الله كان يقول كلمة لطيفة في قضية مطولة ما علينا بها يقول كل شيء له زكاة فما هي زكاة الحرية زكاة أن تدافع عما لا حرية لا هذه زكاة الحرية أنتو يعانيه من المشكلات بإمكان كل واحد مننا أن يساهم في التخفيف من هذه المشكلات قبل قبل فترة لعله قبل حوالي شهريا قرأت في مكان أن عدد الأيتام في العراق الذين فقدوا آباءه خمسة ملايين يتين شايفين الأطفال أحيانا أمهم يغيب أبوهم يغيب أسبوع شلون حالة عنده طفل يشعر بفراغ في باطنه هذا الطول عمره فاقد لأبيه فاقد لأمه فاقد لوالده ونتمكن أن نمسح على رأس هذا اليتين أن نشارك أن نساهل وفي تقرير آخر طبعا هذا التقرير يرتبط بالعالم ككل كل العالم الآن مليء بالمشكلات يقول الذين ينامون جائعين نحن الحمد لله ننام شبعة اللي ينامون جائعين بالعالم كمواحد في تقرير نشر جديدا خمسمائة مليون وخمسين مليون فرد يناموا في الليل جائعا خمسمائة وخمسين مليون منتمكن أن نساهم في التخفيف من هذه المشكلات الراحمون يرحمهم الله اللي يحلون مشكلات الآخرين الله يحل لهم مشكلاته المهمة المهمة الأولى الحفاظ على الهوية المهمة الثانية الدعوة إلى الله المهمة الثالثة المساهمة في إنقاذ بلاد المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة كريمة أهل البيت التي نزلتم ضيوفا على عتبتها وببركة الإمام الرضا صلوات الله عليه وببركة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأئمة البقيع والصديقة الكبرى فاطمة إن شاء الله نأمل أن يشملكم ويشملنا الله سبحانه وتعالى بلطفه وكرمه وأن يكون هؤلاء الصف وشفعاء لكم وشفعاء لنا في حل مشكلات الدنيا والآخرة وقضاء حوائج الدنيا والآخرة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسنج أسنج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات اشتركوا في القناة موسيقى